رسائل تطمين وتشجيع سعت قيادات ورموز سياسية مصرية لتوجيهها للناخبين في اليوم الأول لانتخابات رئاسية ينظر إليها على أنها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد السياسي أولى رسائل التطمين بعث بها الرئيس المؤقت عدل منصور الذي تصدى للمهمة في مرحلة انتقالية صعبة في تاريخ البلاد منصور دع المصريين للتصويت بكثافة واعتبر الانتخابات خطوة نحو إعادة البناء أنا أقول لكل مصري ومصريين إنزلوا شاركوا في بناء مستقبل بلدكم هذه أول خطوة في البناء نبطل كلام ونبدأ العمل بلدنا محتاجة كل جهد المرشحان المتنافسان على الوصول للمنصب الرئيس وجه بدورهما رسائل مشابعة إن صبت على ضرورة الإقبال على التصويت المرشح الأول والأوفر حضا عبدالفتاح السيسي قال إن المصريين يصنعون تاريخهم وتوقع السيسي إقبالا قويا على التصويت المصريين نزلين عشان يكتبوا تاريخهم يكتبوا تاريخهم يستطروا مستقبلهم الدنيا كلها تتفرج عليهم ويشوفوا إزاي المصريين حيعملوا التاريخ ويعملوا المستقبل النهارة إن شاء الله توقعات السيسي بكثافة التصويت بدت بعيدة إلى حد ما عن واقع عملية التصويت التي تسير بوتيرة دون المتوقع على الأقل في ساعتها الأولى أما منافسه حمدين صباحي فقد اشارك في الدعوة للإقبال على التصويت وأشار صباحي إلى أنه سوف يستعيل بالكفاءات الوطنية حال فوزه أما في حال الخسارة فإنه سيعمل على تشكيل تكتل وطني معارض رسائل مماثلة وجهتها رموز وطنية ودينية وسياسية للناخبين من أبرز هذه القيادات شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي وصفت دعوة لمقاطعة التصويت بأنها تهريج رسالة إلى كل مصر ومصرية أن ينزلوا إلى لجان الانتخاب ويضلوا بأرائهم في منتهى القبرية والنزاهة والشفافية وأن لا يستمعوا إلى الفتاوى الشازة المغرضة بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية توادرس الثاني كان حريصا على الإدلاء بصوته في ساعة الأولى من التصويت واعتبر البابا أن الانتخابات فرصة طيبة لممارسة حق المواطنة دون تمييز بين المصريين بدوري اعتبر عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق هذه الانتخابات بداية لمرحلة الاستقرار والبناء